يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى وأجمل متابعين قبل ما نعمل الروتين عند الطيور دي قناتي للأول مرة تشوف القناة أو أول مرة تشوف الفيديوهات بتاعتي دي قناة أمو فيلو بجدم فيها محتوى يهمك وهم الطيور وهم أكلات البيت وهم الروتينات الشقة لو كانت القناة هتعجبك فعلا تدخل كده وتعمليننا اشتراك حلو من يدك الحلوة وتحط النلايك تشجعين بيه وتنسيش تكتبيننا كومنتي من كومنتاتك الحلوة اللي بتبسطني وبتشجعني إن أنا أكمل باقي الفيديوهات معاكم طبعا هتعمل الروتين عند الطيور يقوموا فيلو أيوة أنا النهاردة هنظف السطح بصراحة السطح تبهدل شوي من فضلات الطيور وتاني حاجة معايا من الزبالة اللي أنا بحطها فوق السطح طبعا السطح بش متنظم وتبهدل خالص من الوز فأنا حابة إن أنا أنظف السطح النهاردة وخليه زي الفل هنبدأ كده مع بعض أول حاجة دخلت الطيور كلها جوا العشي عشان خاطر أعرف أنظف السطح أنا طبعا جبت لكم السطح النظيف على طول عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم يبقى مميل شايفين أنا كحط الأرض كله ونظفتها وبرضو العشش كناستة ونظفتها شايفين خليتها زي الفل وما خليتش أي حية ولنا كناسته حطيته هنا عشان ينشف في الحتة الجنب دي أنا حطيت في أهم دولا لأنا لميتهم ونظفتهم وحطيتهم على جنب عشان لما ينشفوا أنا أخبز بيهم العشي البلد معايا ابن فيلو طبعا ولادي اللي ساعدوني طبعا السطح كبير وزي ما أنتوا عارفين السطح كبير علي أن أنا نطف الوحدي فولادي ربنا يخلهم لي يا رب ما يحرمنيش منهم أبدا ساعدون ابن فيلو فيلمون وفلوبوس حتى فادي وفليب برضو ساعدوني وبيجوا يعملوا أي حاجة معاي على كد ما عرفه عملوا معاي أنا طبعا لميت كل ورق اللي كانت والكياس اللي كانت على السطح وكبستها في الفرن البلد اللي انت شايفينها دي شايفيني السطح بيجي نظيف إزاي وجميل ده ولسا اللي كفاصة دي أنا هرصها على جمد الوقتي وأخلي البكان زي الفل فيلو بيقولكم حطونا لايك شجعونا بيه شجعوا فيلو يلا عشان كل ولد وكل بنت تشجع وتجوم وساعد أمها ببعا ما تقوليش إن ده ولد ما ينفعش إنه يساعد أمه فأي حاجة في خدمة البيت بلا عكس أنا أولادي بيساعدوني في كل حاجة أنا بعملها في الشجة أو بعملها عند الطيور أو في الأكلات اللي أنا بعملها هنا هي الجزء ده اللي هو الحتة اللي عند الفرن وجزء اللي عند الموجد الصغير اللي احنا بنعمل عليها الدب داب طب ليه بتنظفية أقوم فيله لإني بنظف الجزء ده بالزاب لأن إن شاء الله على خير على الفطار يوم العيد إن شاء الله حاب أعملي لكم أكل الدب داب زي العسل لو كنتوا حابين تعرفوا الدب داب بتاعني اكتبوا لكم مونتات وأنا أصور لكم الفيديو وأنزله لكم على فكرة الدب داب اللي أنا بتكلم عليها دي اللي هو بيتاكل بالمرقى لو أنتوا عاوزين تقولوا عليها رجاج ما فيه ناس بتقولوا عليها رجاج عادي زي ما سميه سميه أنا هعمله اللي هو الدب داب على الجروانة الجروانة اللي احنا بنحطها على الموجد اللي أنا ورته لكم قبل كده وهنطيب أحلى وأجمل دب داب وعلى فكرة أنا هطيب على الجروانة بتاعتي اللي أنا اشتريتها جديد معاكم وقلت لكم اشتريت جروانة جديدة فهنعمل عليها أكل الدب داب إن شاء الله على خير شايفيني السطح بعض ما نظفته بالأمانة تاني بيجي زي الفل كل الزبالة ركنتها على جنب والذاء جفص الفراخ البلد اللي عندي دول الكاتاكيت اللي كانوا صغيرين بيجيوا فراخ والفرن دي كبسة من الورق والكياس كله وكبسة جواه وكفلت عليه ده الموجد اللي أنا بقول لك عليها هولع عليها وحط الجروانة وعمل أجمل وأحلى دب داب أو ممكن تقولي عليها رجاج شايفيني السطح بعد ما نظف بالأمانة بيجي زي العسل طبعا نظفنا السطح وخلناه بيجي زي الفل بالشكل دي هتقولي يا أم فيه لو ما جبتش ليها انتو بتنطفي بصراحة لاجت الفيديو طويل جدا عليكم فعشان كده أنا مرضيتش أني أنا أطول الفيديو عليكم خلاص كده نظفنا السطح نفتح لد وز بتاعني ونخلي الوز كده يطلع ويشمس ويستجوني الوز ديلك هيفرح بالنظافة اللي أنا نظفتها له فادي وفليب هيدخلوا كده ويطلعونا الوز من جوه العشي لأنه هم طبعا اللي بيعملوا كل حاجة معاي بصراحة بس بهدل الوز والبط شايفين دا عكون خالص لما بيجوا يجروا وراهم كسروهم خالص البط ابتدى أنه هو يكبر معاي وهو يعلي وبيجي شكله حلو طول ما هو هجفل الريش خلاص البط ابتدى أنه هو يجفل بقيله شهر تاني وهاتبحه بس الوز يا جماعي دوني رأيكم إن أنا حابة بصراحة الوز دي إن أنا عاوزة أتبحه على كده هما ليهم ثلاث شهور ونص يعني يقولي أربع شهور يعني يقولولي في الكومونتات هل الوز دا ينفع يتدبح على كده ولا لا لو كان ينفع يتدبح إن شاء الله أنا عاوزة أتبحه على الفطار ويوم الفطار إن شاء الله أتبح كده وزتيا ونعمل عليهم الدبداب بالمرجة وناكل أحلى وز بالدبداب وزي العسل أنا طبعا زي ما بقولكم لو ينفع يتدبح يكتبولي في الكومونتات لإني أنا بصراحة أول مرة في حياتي أربع الوز فما بعرفش إن الوز يتدبح على كام شهر هما ليهم ثلاث شهور ونص لو كان ينفع يكتبولي في الكومونتات المهم أنا حططي لهم الأكل بتاعهم وحططي لهم المي طبعا الوز بيحب يستحمى على طول هو والبط فبيخلي المية بتتوسخ تاني بسرعة يعني أنا غيرت المية هما مجرد ما استبحوا في المية واستحموا في المية وخدوها عم في المية بهضلوا مية وخلوها بأهول وز اللي بقولكم عليها لو كان الوز ده ينفع يتدبح على كده اكتبولي في الكومونتات عشان خاطر أنا نتبح منهم على الفطار لأنني بجد بحب الوز وبحب أكل الوز وبحب تربيت الوز أنا من عشاج الوز أصلا نص الوز اللي طلع لي أنا هتبحه والنص التاني أنا هربيه وسعيه إزاي تسعيه؟ أنا هربيه واطلقه هطلق طبعا أنا عندي وزة ودكر واحد وإن شاء الله هنجت لقيت فيهم وزتيا وهطلق وراهم دكر يعني معنى كده أن أنا هخلي عندي أربع وزات ودكريا الكانت الطريقة دي صح هكتقول في الكومنتات أن أنا أخلي أربع وزات ودكريا كده هسعيهم واطلقهم عشان يجبولي إنتاج الوز الصحيح اللي هو التربية الصح يعني يستهلوا التربية ويستهلوا أنك إنت تأكليهم وآخر الثاني تتلاقي إنتاج حلو وجميل بصراحة أنا بحب جدا 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 تربية الوز ولو جابت نتيجة معايا الكيمياء اللي أنا هطلقها خلاص كده أنا هستغنع عن البط بصراحة البط بزهجني بيقعد فترة طويلة ليلة ما بيكبر عشان كده أنا بزهج من تربية البط فعايزة أتخلص من البط البلدي دي وبعد كده أبتد أن أنا أربي وزي بس ولو حبيت أن أنا أجيب بط يبقى أجيب بط اللي هو الاسكوفي البط الماسكوفي وأجيب كده بالجوزين أو التلاتي وأبقى أربيهم ده الكلام ده لو أنا حابة أربي بط بس بصراحة البط البلدي دي زي ما أنتوا شايفين حجمه يعني ليهم ثلاث شهور ونص ولسه بالحجم اللي أنتوا شايفينه دي ولسه هياخدوا شهرين تاني ليلة ما أتبح منهم بس المهم ما يعملش حاجة أنا أطول بالي عليهم لغاية ما هم ويكبروا واتبح من البط دي إن شاء الله دولة دي دفعة البط العتلي أول بطن من البطيتين اللي أنا جيبتهم بصراحة لما جيبت البطيتين والذكر ده أول إنتاج لهم والوزة دي برضو لما جيبت الوزة والذكر ده أول إنتاج للوزة أصلا اللي طلعتهم لي يعني كل خير ورزق وبركة ربنا يبركلنا في حاجتني ويبركلكم في حاجتكم يا رب تكوني في فيديوهات اللي عند الطيور بتعجبكم ولو كنتوا عاوزين حابين أي معلومات عن الطيور وعن تربية الطيور وانتظروني إن شاء الله هجيبت دفعة فراخ بلدي أنا قلت لكم هجيبت دفعة الفراخ بس حصل الظروف والظروف دي منعتني إن أنا أشتري الفراخ البلدي بس إن شاء الله مستني شهر سبعة يعدي وبعد ما شهر سبعة هيعد عشان نسبة الحر اللي فيه هشتري دفعة فراخ كبيرة جدا وهطلقها في العشة زي ما أنا قلت لكم زي ما أم فيلو بتوعدكم بالحاجة حرفيا أم فيلو بتجيبه وبتنفزه وإذي فيديوهات الأم فيلو يارب تكون بتعجبكم وكون روتناتي عند الطيور ويكون بتعجبكم لو كنتوا حابين روتنات من الشكل دي تكتبوا لي في التعليقات عشان أنا أعملها لكم تنسوا نشكده في اللايك والشير وتفعلون نزر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة